اعيز اوطح لك حاجة مهمة قوي اذا الفيديو قبل الدبلاجة حصل على 1441 مشاهدة وبعد ما عملت دبلاجة الفيديو يعني زي ما انت شايف كده حصل فيه دبلاجة كتيرا تمام وفي خلال عشر ايام بالزبط قدرت اجمع اربعة وتمانين الف مشاهدة حتى كمان الاحصائيات بتاع الفيديو ده بعد دبلاجة الفيديو قدرت اعلي مشاهدات القانون بتاعتي كلها السلام عليكم ميزة جديدة ضفها دي تيوب وهي دبلاجة الفيديوهات عن طريق الزكاء الاصطناعي وخلاص بدأ يسمح انك تدبلج فيديوهاتك عن طريق الزكاء الاصطناعي هو معروفة من زمان لكن انا هشرح لكم وهبدأ واضح لكم كده بالتفصيل علشان تخلي القناة بتاعتك توصل لأكبر عدد من المشاهدين والمشتركين بحيث ان العالم كله يبدأ يتفرج على فيديوهات القناة بتاعتك طب ازاي كل الكلام ده كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا ويلا بينا زي ما انت شايف كده انا دلوقتي على قناتي اليوتيوب بعد كده بروح عندي عن فيديوهات اللي ما منتشتهى الفيديو اللي انا منتشته بحجم آآ سوامية وطلاتاشر ميجا بيتا وعندي هنا فيديو نفس الفيديو هو نفس الفيديو بالظبط بيتكلم عن دبلاجة فيديوهات اليوتيوب نفس الفيديو بس انا مقلل جودته لصيغة سري بي جي زي ما انت شايف كده فالصيغة دي بتخلي جودة الفيديو تلاتاشر ميجا وهقول لك ليه دلوقتي انا حولت الفيديوهين دول طيب ازاي انا اعمل كل ده قلنا عليك بس انت بتروح بعد ما تيجي تعمل استخراج الفيديو بتقلل جودة الفيديو لأدنى جودة ممكنة بحيث ان الفيديو ممكن يوصل لاربع ميجا او تلاتة ميجا زي ما انت شايف في الفيديو اللي انا شرحت لكم ممكن تستخدم الادو برمير لو انت بتستخدم الكمبيوتر او اي برامج المونتاج ولو انت بترفع الفيديو بتاعك من على التليفون ممكن تستخدم التطبيقات عادي جدا بس الفكرة كلها انك تقنن جودة الفيديو انا مش عايز الصوت في حاجة عفوا انا مش عايز الصورة في حاجة انا عاوز الصوت بس علشان يبدأ الفيزبوك يبدأ ياخد الصوت بتاع بس ويحوله لدبلاجة عن طريق الزكاء الاصطناعي بعد كده بقى بتروح عندك تاخد الفيديو كده وترفعه عندك على قناة اليوتيوب علشان يبدأ يرفع معاك الفيديو طيب دلوقتي اذا العنوان وادا الوصف انت بتكتبه وانا شرحت قبل كده وازاي تقدر تستخدم التقاصيل دي كلها علشان تقدر تخلي الفيديو بتاعك يظهر في محركات البحث الاولى على اليوتيوب خليناك موضوعنا دلوقتي ازاي نقدر نعمل على دبلاجة الفيديوهات الخاصة بما على اليوتيوب بحيث ان هي تظهر لجميع المستخدمين حوالين العالم كله طيب هتروح عندك على عناصر الفيديوهات هتضغط عليها ضغطة كده وهتروح عندك على اضافة ترجمة اضافة ترجمة دي انت لازم تنزل ترجمة الفيديو وانا قلتلك انك تخفض حجم الفيديو بتاعك اللي هو اللي عندك كما بترتاشر ميجابيت هتنزل حجم الفيديو وهتروح عندك على زي ما انت شايف كده هتروح تروح عندك على الصفحة الرئاسية انا عمل تجاهل لكل الكلام ده وبعد كده بتغط على انشاء منشور وبتروح للفيديو اللي هو تحميل فيديو من الكمبيوتر او من التليفون عادي جدا وتخلي الفيديو اللي هو بسيغة سري بي جي هترفعه هنا وهيبدأ يرفع معاك بالشكل ده كده هو يفضل معاك يقد خمسة في المية عشرين في المية لحد ما يجي يوصل لمية في المية بالشكل ده كده بعد كده بتغط على كلمة تحسين وتروح عندك على الشروحات التوضحية بتغط على كلمة الاعدادات ضغطة واحدة كده وتخرج منها تاني وهنا بيعد يعالج معاك زي ما انت شايف كده عن طريق الزكاء الاصطناعي بيدبلج لك الفيديو بتاعك علشان ترفعه عندك في القناة بتاعتك اللي اضافة ترجمة يعني لو جيت تبحث كده اللي هنا تم انشاء تلقائيا تغط على الاعدادات وعندك على التلات نوع الضول تنزل تحت شوية كده هنا تضغط على كلمة تنزيل نزل كده الترجمة وكل حاجة هترجع تاني للقناة بتاعتك تقول له اضافة الترجمة خلي بالك بقى بعد كده هنا بتقول له انا تحميل ملف وتضغط على متابعة وبعد كده بترجع للدونلود اللي هو الملف ده وهتلاقيه موجود هنا بتضغط عليه ضغطتين وزي ما انت شايف كده اعمل دبلجة للفيديو بتاعي علشان لما يجي اتفرج على الفيديو الاقي الفيديو بتاعي مدبلج باللغة العربية طيب يعني في حاجة اسمها مدبلج باللغة العربية بتضغط على كلمة هنا هتوم لا انا اخلي دبلجة الفيديو لجميع انحاء العالم زي ما انت شايف كده يعني دلوقتي انا بروح عندي بخلي اللي في اليونان واللي في الصين واللي في البرتغال واقطاليا واسبانيا وقوريا وهولندا كل ده بيتفرج علي بيتفرج على قناتي بيتفرج على الفيديو بتاعي انا. كل عليك بس بتروح عندك على مستوى العرض وتخليه غير مدرج زي ما احنا اتفقنا قبل كده. وبعد ما تخليه غير مدرج خش تاني على الفيديو بس من جوا. تروح عندك على المحتوى. وبتروح عندك على الفيديو اللي احنا بنرفعه ده اللي هو دبل bassة الفيديوهات. بتروح جنبي كده? وبتلغط على كلمة ترجمة. مجرد من تضغط عليه هه قالك هنا اللغة. وهنا العنوان والوصف وهنا الترجمة. خلي بالك بقى على العشان نبدأ ندبلج فيديو بتاعنا. هتروح عندك بتكتب انها اللغة الانجليزية. وزي ما انت شايف كده? خلاص. كربت اللغة الانجليزية. اتخلي العنوان والوصف باللغة الانجليزية اكيد يعني هتضغط على كلمة اضافة وبعد كده بتنسخ الكلام ده وتروح تضيفه عندك على ترجمة جوجل زي ما انت شايف كده بقول له هنا لصق ومن هنا باستنى لحد ما يترجم بالكلمة بتاعتي دي وباهم انا واخد هنا ورجع هنا تاني اعمله لصق نسخ لصق تمام? وكذلك برضو الوصف نفس النظام. طيب. الزكاة الاصطناعي هنا في ايه? لما تيجي تروح عندك على كلمة دبلجة او ترجمة بتضغط على كلمة اضافة. هيقول لك هنا او الترجمة التلقائية لمجرد بس ما بتضغط عليها. بيحول لك دبلجة الفيديو بتاعك مع الرغم انك كنت بتتكلم باللغة العربية هيحولها لك باللغة الانجليزية وتضغط على كلمة وده كان التحديث الجديد من اليوتيوب علشان تخلي الفيديو بتاعك يلف العالم كله. وتقدر تحصد عليه اكبر عدد من المشتركين ومشاهدات. طيب. انا دلوقت لما اجيت اضيف اللغة الانجليزية عم دي هانا. لما اجي روح كده وامضيف الكلمة باللغة الانجليزية او تمام. طيب. هل برضو ينفع منها الترجم او دبلج الفيديوهات بتاعتي لاي دولة في العالم? عادي جدا. عندك كل دول العالم تقدر تدبلج لها الفيديوهات بتاعك. يعني انت ممكن تنشئ قناة اجنبية من قناة عربية. يعني انك بتقدم محتوى عربي وبتخلي العنوان بتاعك يظهر على اليوتيوب في امريكا باللغة الانجليزية. وتلاقي الزيارات جيالك من اوروبا وعندك الدول الامريكية والاجنبية وكل حاجة هتلاقيها موجودة يعني. زي ما انت شايف كده بصراحة التحديث جامد جدا. ويفرق معاك جدا لو انت صاحب محتوى على اليوتيوب. وزي ما انا قلت لك عندك كناة او ميتا يقدر يحول لك الصوت بس بتاعك. الفكرة كلها ان انا خفضت حجم الفيديو لان هنا مش محتاج الفيديو في حاجة. هو محتاج الصوت بس علشان يعمل لي استخراج الصوت زي ما انت شايف كده. يعني او جيت اعمل استخراج للصوت ده على طول هتلاقي في كل الكلام اللي انا قلته عندي اللي انا ضفته هنا في فيديوهات اليوتيوب. وبكده انا شرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك يا ريت ما انتنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.